بسم الله الرحمن الرحيم نما نجي نتكلم على الابرابيليت او الاحتمالات ايه هي البي البي هي عبارة او رمز الابرابيليتي هو عبارة عن حالات المطلوبة على الحالات الكلية يعني k over n الحالات المطلوبة دي اسمها sample space يعني كل حاجة موجودة فبنقسم الجزء عكل يدين الابرابيليتي ولازم يتراوح ما بين الزير والوان ممكن يساوي الزيرو يبقى اسمه impossible او حدث مستحيل او يساوي الوان يبقى مؤكد او ما بينهم قبل الزيرو غلط بعد الوان غلط لو عندي حدثين بينهم اور يبقى union يعني اتحاد بتاخد حرف اليو لو بين الحدثين and يبقى intersection بتاخد الحرف ان يعني تقاطع اليونيون اللي هي مع الور او بتاخد حرف اليو الفورملا بتاعتها ان احنا بناخد احتمال الحدث الاول plus الثاني minus الانترسيكشن ما بين الاول والتاني اه قانون الانترسيكشن اللي هو الانت اللي هو حرف الانت بنضرب الحدث الاول في التاني الا لو كان في جدول زي ما هناخد في الاكزامل اللي جاي مش هنجيبها بالضرب هنجيبها على طول واحد ماشي بالعرض وواحد ماشي بالطول عمله انترسيكت فيه الكونديشن امتى لما يكون فيه عندي حدث معلوم واحد مجهول يعني معلوم اللي انا بعلمك بيه ومجهول اللي انا بسألك عليه يبقى اذا معنى كده ان القانون بتاعه كيو شرطة ميلة جيفن يبقى انترسيكشن بين الكيو الجيفن على الجيفن فقط نشوف اكزامل عندي جدول في اكاونتنج وبزنس وستاتيستيكس وعندي ميل وفي ميل طلبة وطالبات وفي ناس تخصص ومحاسبة في ادارة في احصى اكاونتنج وبزنس وستات وطالب هنا شوية مطاليب كده ولكن هنا اول ما يجي لمسألة فيها جدول زي كده تعالوا نجمع بالعرض وبالطول عشان نعرف التوتل كام جمعنا بالعرض طلع الميل 420 الفيميل 780 التوتل 1200 الاكاونتنج لما جمعنا بالطول طلع 500 البيزنس 400 الستاتيستيكس 300 نجمع بالعرض برضو 1200 ما هو اي مجموعة ارقام تتجمع بالعرض او بالطول التوتل بتاعها لازم يبقى واحد اول مطلوب اه قبل ما ناخد المطلوب بتاع المسألة دي اه عاوزين نتفق على اتفاقين اي ديمينيتر في هزي المسألة يبقى 1200 ليه 1200 لاني ده بيمسل حالات الكلية والديمينيتر هو معناه عدد الحالات الكلية الديمينيتر بقى حجاوب عليه من واقع الاحمر اللي هي الارقام اللي بالاحمر اللي من برا الجدول ملقم تخشي جوه الجدول في حالة وحيدة فقط لما يجيب الانترسكشن بجيبها مش بالضرب بجيبها واحد ماشي بالعرض واحد ماشي بالطول عمله انترسكت فيه يلا اول مطلوب الميل هناخد الديمينيتر 1200 والديمينيتر عندي بتاع الميل 420 يبص باخد الميل من برا الجدول يطلع 0.35 باحتمالنا نحصل على طالب وليس طالبة 35% نمبر 2 احتمال يكون اكاونتنج هناخد الاكاونتنج 500 divided 1,200 هيطلع 0.42 باخد من برا الجدول خد بالك وال1,200 انا ما باخدش رأيك فيها لاني ده كونستنج طول المسألة دي مطلوب الثالث female or business or يبقى union يبقى هنعمل plus ونطرح الجزء المشترك يبقى female 780 over 1,200 plus business 400 divided 1,200 minus الانترسكشن بين الفيميل والبزنس يبقى لازم اخش جوه الجدول نشوف الفيميل والبزنس كده عملوا انترسكتف كام في 300 يبقى لازم تطرح divided 1,200 يبقى 880 over 1,200 يبقى 0.73 ليه طرحنا 300 لانها تعدت مرتين مرة واحنا بنحسب الفيميل في 780 ومرة وانا بحس بالبزنس في 400 300 عدوا مرتين عشان كده لازم اترحهم مرة لكي تبقى مرة ماهو اليونيون معناه اخد كل حاجة من غير ما قرر حاجة بزنس اور استات تعالوا ناخد البزنس هنلاقي 400 over 1,200 وبعدين بلاس تعالوا ناخد الاستات نلاقي 300 divided 1,200 تعالوا ناخد الماينس ما نلاقيش ماينس لان ما فيش انترسكت حصل بين البزنس والاستات ولكنهم عمرهم ما هيعملوا انترسكت عشان كده يعني ترح زيرو يا ما اطرحش حاجة خالص هتطلع 700 divided 1,200 0.58 number five property female and accounting معنى الان دي بقى حناخدها على طول من الجادول نشوف بالعرض والaccounting بالطول عملوا انترسكت كام في 300 اوعى تنسب نقسم دايما على 1,200 تطلع 0.25 number six accounting and state يبقى ال propriety بتاع accounting and state لاي الاكاونت والstate two parallel عمرهم ما حيتقطعوا عشان كده بنكتب zero يعني حدث مستحيل حد الشيكت five seven mail given state طالما في given يبقى انا دخلنا في conditional ده بيعنا ايه ان انا اخذ الحدثين مع بعض اللي هو الانترسكت بين الميل وال statistics هنلاقيهم 120 over 1200 لكن تحت هناخد given بس اللي هو statistics يكان من برا الجدول 300 over 1200 هنقانسل الديمينيتور مع الديمينيتور لانهما سبتين الف وماتين هيتبقى 120 divided 300 يبقى 0.4 number eight business given female ناخد الانترسكتشن ما بين البزنس والفيميل هنناخدها من جوة جدول نلاقيهم انترسكت في 300 divided 1200 ولكن تحتها هناخد given فقط اللي هو الفيميل نلاقيها 780 over 1200 نكنسل الديمينيتور مع الديمينيتور يتبقى 300 divided 780 يعني 0.38 مسألة تانية هنجمع وال والميل والفيميل برضو وبعدين نجاوب قبل ما نجاوب على المطالب المسألة يطلع مجموحهم طيب زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان الديمينيتور دايما هيبقى مش هاخد رأيك فيه لان ده كده هيبقى واي حاجة هاخدها من برا الجدول معادل من جوة الجدول وما بيجيش باننا اضربهم بيجي واحد ماشي بالعرض واحد بالطول عمل وانترسكت فيه الانفيفور 800 over 1000 الابسيت 200 over 1000 الميل 450 over 1000 الفيميل 550 over 1000 ميل او الابسيت الميل جايبينها قبل كده 450 over 1000 plus الابسيت 200 over 1000 جايبينها قبل كده minus ايه الانترسكتشن من الميل والابسيت هنخش جوة الجدول نشوف هم عملوا انترسكتف كام هنلاقيها 60 over 1000 يطلع 590 over 1000 ميل اند اوبيزيت طب ما احنا لسه اللي احنا طرحنها في اللي فات الدي هي دي على طول الان لان اصيل مطلوب خمس وستس حق اما هما بس فوق اور وتحت اند فناخد الاند اللي احنا طرحن 60 over 1000 انفيفر جيفن ميل هناخد الانترسكشن بين انفيفر و ميل يطلع 390 over 1000 لكن تحت ناخد الجيفن فقد الوال ميل يطلع 450 over 1000 نكنسل الديمينيتور مع الديمينيتور يتبقى الديمينيتور عنديمينيتور يعني 390 over 450 مطلوب الاخير فميل جيفن اوبزيت تعال ناخد الانترسكشن ما بين الفميل والاوبزيت يطلع 140 over 1000 divided given اللي هو الابزيت اللي هو 200 over 1000 نكنسل الديمينيتور مع الديمينيتور يطلع 140 divided 200 ودي اكسرسيز عشان نحل شكرا